معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل سيد معن الجبوري القيادي في المشروع العربي مرحبا بك سيد معن الخلاص من فترة مظلمة بكل شخوصها وظروفها هذه كانت دعوات الشيخ الخنجر لعملية ديمقراطية تنجب أشخاص كفوئين يقودون البلد ما هي السبل الكفيلة لإزاحة الفاسدين وإنجاب هكذا أشخاص يقودون البلد مساء الخير لك وليسادة مشاهدي قناة الفلوجة وكل عام وأنتم بألف خير طبعا للأسف الصوت كان متقطع بشكل كبير إذا فهمت حول المرحلة السياسية متطلبات المرحلة السياسية القادمة إذا كنت تسمعني بشكل أفضل سأعيد عليك السؤال حب ذا سألتك عن ما قاله الشيخ خميس الخنجر بأن الخلاص من الفترة المظلمة بكل شخوصها وظروفها يجب أن تتوفر فيه أشخاص كفوئين يقودون عملية ديمقراطية كيف يمكن أن نتخلص من الفساد والفاسدين وننجب أشخاص كفوئين يقودون البلد هذا عين الصواب وهذه فلسفة المشروع العربي وهذا البرنامج الذي طرحه المشروع العربي في برنامجه السياسي الانتخابي والذي يحاكي مطالب الجماهير العراقية وما تبحث عنه نتيجة الثمن الباهض الذي دفعه الوطن والمواطن في الأربعة عشر عام الماضية والتي لم يجني من خلالها إلا الويلات والحروب والدمار طبعا المشروع العربي وما تفضل به الشيخ خميس الخنجر بصفته الأمين العام ودخول المعترك السياسي من المشروع العربي من أوسع أبوابه هذا البرنامج هو الذي يحاكي ضمير ووجدان الشارع العراقي ويتجاوب مع مطالبه نتيجة الحراك السياسي الذي يقوم به المواطن الآن على مستوى العراق ويبحث عن وجوه جديدة وجوه نزيهة ويبحث عن قيادات تستطيع أن تقود العراق والشعب إلى بر الأمان وتنقذه من هذه المعنى وصول المشروع العربي إلى البرلمان ومن ثم إلى دفة الحكوم من خلال القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها ومن خلال الطرح السياسي الذي تقدم به هو عامل إنقاذ للمواطن والوطن وعامل تأسيس لمرحلة جديدة يبحث عنها العراق ويبحث عنها جميع المواطنين أن يعاد العراق إلى حجمه الطبيعي وإلى وزنه في المنطقة وكلاعب إقليمي مهم ومؤثر البرنامج الذي تفضل به الشيخ خميس الخنجار والمشروع العربي من خلال قيادته ومن خلال البرامج التي يقوم بها الآن على مستوى العراق هو الذي كما ذكرت الذي جاء عامل مساعد إلى المواطن وعامل مد يد المساعدة إلى المواطن لأجل التواصل معه ومن ثم من خلال تأييد برنامج المشروع العربي سيتحقق الهدف المنشود هناك سيد معا ملفات مهمة تم ترحيلها من هذه السنة إلى السنة الجديدة الموازنة المختطفون وكذلك النازحون لماذا برأيك تأخرت وهي ملفات مهمة جدا هناك إشكالية دائما يعيشها العراق للأسف هي مسألة عدم التوافق ما بين الحكومة التنفيذية من جهة المتمثلة بمجلس الوزراء وما بين البرلمان وحتى على صعيد البرلمان هناك خلافات ستراتيجية بين الكتل المتنفذة في البرلمان هذه الخلافات ما بين البرلمان من جهة وما بين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى ثم لا يخفى على المواطن أن النظام الحكم في العراق هو نظام برلماني للأسف ألقى بظلاله على كثير من الإشكاليات والتي دائما ما يتم ترحيلها إلى آخر فترة والأشهر الأخيرة دائما من فترة حكم البرلمان من أجل عدم الخوف في معترك سياسي قوي يحل المشاكل دائما ترحل المشاكل كل جهة تحاول أن تلقي اللوم على الجهة الأخرى نحن نعلم للأسف موضوع المحاصصة وموضوع الكتل الانتخابية غير المتجانسة الموجودة في قبة البرلمان هذه دائما تعمل على ترحيل هذه المشاكل وآخر نموذج لدينا قبل يومين كيف قامت الحكومة العراقية بعد أن أحددت سقف زمني لتحديد الانتخابات على سبيل المثال في آيار من هذا العام الحكومة رحلت هذا المشروع إلى البرلمان وألقت الكرة في ملعب البرلمان وسوف يدخل طبعا هذا في سجال كبير بين الكتل السياسية في البرلمان وبالتالي كما ذكرت المواطن هو الضحية والموازنة أيضا نموذج آخر حيث لم تقر إلى الآن وفيها إشكاليات كبيرة ولا تزال تتداول ما بين الحكومة والبرلمان وربما المطروح الآن هو من قبل بعض الكتل السياسية وتأجيل الانتخابات ما رأي المشروع العربي حول هذا الموضوع؟ المشروع العربي حقيقة يعمل وكأنما الانتخابات تقام في سقفها المحدد هناك سقف دستوري وكما ذكرنا أكثر من مرة أن هذا الوقت ليس وقت مقدس وممكن تغييره نتيجة المعطيات على الأرض نحن نعلم هناك عدد كبير من النازحين والمهجرين هناك إشكالية كبيرة في تأمين الخدمات إلى هؤلاء هناك من يعاني الآن من كثير من ظروف العيش وظنك الحياة ألا يؤثر على أليات التصويت؟ نعم نعم سوف يخلق إشكالية ضعف بصراحة سيكون الضحية المكون السني في هذه المعادلة هناك الملايين خارج بيوتهم خارج بيئتهم خارج الإمكانيات لم تتوفر لا يمكن توفير الخدمات حتى عندما تتحدث مع المواطن الآن على مشروع انتخابي على برنامج سياسي سوف لن تجد الأذن الصاغية من هذا المواطن الذي يبحث عن لقمة عيشه يبحث عن سقف يأويه يبحث عن دواء يبحث عن كثير من مقاومات الحياة إذن ولكن المشروع العربي يعمل على أن الانتخابات تقام في موعدها وهناك طبعا كثير من المعطيات على الأرض أن الانتخابات قد تؤجل لفترة بسيطة ولكن أكثر من لاعب هناك لاعب دولي ولاعب إقليمي يلقي بظلاله على تاريخ الانتخابات الانتخابات ليس قرار عراقي بعث وهذا نحن نعيش بالأسف وفق كثير من المتناقضات والبحر المتلاطم الأمواج والمواطن هنا هو الضحية السيد معنا الجبوري القيادة في المشروع العربي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل شكرا جزيلا لك